تالت العوامل اللي تساعد على تقوية صحة الشعر هو معدن النحاس ناس كتير قوة ممكن تستغرب تقول النحاس اللي هم بيعملوا منه مشغولات يدوية ده النحاس ده موجود في أغذية مهمة جدا تمام والنحاس ده ليمكن تتخيلوا أهميته في حاجات كتير قوي مش بس في الشعر ده في الشعر وللقلب والحاجات كتير قوي طيب النحاس موجود فين من المأكلات الغذائية أو الأغذية بتاعتنا موجود في المأكلات البحرية النحاس عنصر النحاس موجود في الكبدة موجود في الكلاوي موجود في الطحال موجود في المكسرات ومن ضمنها الفول السوداني وموجود في الحبوب الكاملة وموجود في الخوخ تمام طيب رابع عامل يقوي الشعر هو حمض الفولك يبقى قولنا فيتامين بيه 12 الزينك النحاس رابع حاجة الفولك حمض الفولك وطبعا كل الناس اللي مروا بتجربة الحمل والولادة سمعوا أثناء متابعة الحمل عن أهمية حمض الفولك لأنه الفولك أسد ده أو حمض الفوليك ده طبعا هو أحد فيتامينات به المركب وده مهم جدا جدا في تكوين الجهاز العصبي والنخاع الشوكي عند الجنين ده مهم جدا الحمض الفولك ده عشان كده أحيانا في الحمل نظرا لخطورته يعني الاحتياج الخطير له والزائد له ما بنكتفيش بس بالأغذية لكن بيتم وصفة أقراص دوائية من حمض الفولك للزوجة الحامل في فترة معينة من فترات الحمل طيب إنما هو حمض الفولك مهم كمان للشعر الله مهم آه طب ناخده بقى أدوية طب ما قبل الأدوية ما نشوف موجود إيه في الأكل بتاعنا لأن اللي موجود في الأكل ده أضعاف اللي موجود في الأدوية وأأمن لأنه في الجسم بيتعامل معها عادي إنما الدواء ها الجسم بيتعامل معها لأنه دواء في الآخر حتى لو فيتامين حمض الفولك موجود في إيه بقى؟ موجود في الخميرة تمام؟ موجود في الكبدة موجود في الخضروات اللي ورقها أخضر اللي فيها كالسيوم زي إيه اللي ورقها أخضر؟ زي البروكلي والسبانخ والكروم والجرجير والليفت وحاجات كتير قوي موجود كمان في البقول اللي هي زي العتس والفول وهكذا واللوبيا وكده هو موجود في الشفان هو موجود في المكسرات طيب العامل الخامس اللي يخلي الشعر في حالة صحية ممتازة هو وجود فيتامين دال فيتامين دال فيه ناس كتير قوي فاكرة يقول إيه؟ آه قعد بقى في الشمس عشان فيتامين دال لا ما هو فيتامين دال ده آه الشمس بتحوله اللي موجود في الجسم أصلا بتحول فيتامين دال اللي موجود في الجسم من الصورة الغير نشيطة إلى الصورة النشيطة تمام؟ بس لازم يكون موجود انتوا فهمين قصدي؟ يعني لازم أصلا يكون موجود الشمس بقى بتساعد على يعني أشعة الشمس دي مفاش فيتامين ولا حاج لكن هي بتحول فيتامين دال من الصورة الغير نشطة إلى الصورة النشطة وطبعا فيتامين دال له أهمية كبيرة جدا جدا يعني أبسط هذه الأهمية أنه هو اللي بيخلي الجسم يمتص الكالسيوم تخيلوا الكالسيوم بقى بتاع العظم والسنان والحاجات دي كلها إنما فيتامين دال دا موجود برضو في أغزايا بقى عشان يبقى في جسمنا مخزون منه وما نعودش ندور على الأدوية اللي بيتاخد بقى مرة كل يوم ولا بيتاخد كابسولة واحدة في الأسبوع طب ما احنا نراعي برضو ونهتم بالأكل اللي فيه فيتامين دال زي إيه؟ زي الأسماك وخاصة أسماك المكرال والسلمون والسردين والرنجة والتونة والجنباري يعني موجود في معظم الأسماك أوه فيتامين دال كمان موجود في اللبن الحليب وموجود في صفار البيض تمام كده؟ العامل السادس اللي يقوي شعرنا هو تقليل الضغط العصبي فاكرين بقى المثل اللي لسه كنتم بقوله لكم كل ما الضغط العصبي دا زاد كل ما أول حاجة بتتضرب كده زي ما احنا بنقول في الطب أو أول حاجة بتتأثر الشعر الشعر والبشرة طبعا دا غير الأعصاب يعني والحاجات دي كلها بس أنا بقول لكم من الناحية الفيزيكال يعني أو الناحية المادية أول حاجة تتأثر الشعر والبشرة يبقى نقلل الضغوط طبعا احنا مش عايشين في مجتمع وهمي ولا حاجة بس كلنا عندنا مشاكل بس أنا بقول إيه ننطقي الحاجات اللي بقى بنتعصب عليه مش بنتعصب عمال على بطال يعني على أي حاجة زي ما بيقولوا كده في ناس خلقها دايق كده لا اللي خلقهم دايق دول ربنا معاهم ربنا يعفيهم لأن جسمهم بيعاني معاناة شديدة جدا طبعا من الحاجات برضو اللي بتضعف الشعر يبقى طبعا عدم وجود الضغط العصبي ينعكس إيجابيا على الشعر طب إيه مرضو من العوامل اللي تضعف الشعر قوي وبالتالي عدم وجودها العكس بقى يخلي الشعر قوي التدخين التدخين على فكرة بيضعف الشعر جدا جدا والمفاجأ بقى أن التدخين بيساعد على ظهور الشعر الأبيض بسرعة طيب إيه تاني كمان بيخلي الشعر الأبيض يظهر بسرعة بخلاف نقص بقى العوامل اللي قلناها دي أو وجود الضغط العصبي والتدخين وكده تكرار الصبغات الناس اللي بيزبغوا شعرهم والسيدات أو الرجال أنا طبعا معظم اللي بيعملوا حكاة دي بيكونوا سيدات أكتر يعني السيدات اللي بيزبغوا شعرهم كتير هيكونوا عارفين اللي أنا بقوله ده كويس قوي تكرار صبغ الشعر بالصبغات أيا كان نوعها فيها أمونيا ما فيهاش أمونيا الصبغة في حد ذاتها بتخلي الشعر الأبيض معدل ظهوره سريع جدا تمام كده من الحاجات برضو اللي تدعي في الشعر قوي وتخلي الشعر يبقى عنده ميل إنه يتحاول إلى اللون الأبيض المكوى الكتير يعني الشعر لما يكوي كتير ووسائل فرد الشعر كريمات والحاجات دي كلها والسشوار ده برضو من الحاجات اللي بتنعكس سلبا كترها طبعا أنا مش بتكلم على إنه إحنا ما نستخدمها شي خالق كترها يخلي الشعر يبيض بسرعة تمام وبرضو من الحاجات اللي لحظوا طبيا يعني إنها بتسرع معدل ظهور الشعر الأبيض الناس اللي بتتعرض بشكل مستمر لأشعة الشمس يعني طبعا الشمس مهمة وكل حاجة بس قصدي إيه أشعة الشمس هنا تضرى طبعا خلاص الشمس اللي بيعودوا فيها كتير يعني فيه ناس كده يعودوا فترة طويلة في الشمس فاكرين لما كنتم بحكيلكوا على الولاد والبنات اللي ياخدوا أجازة من المدرسة تبص لهم في الشارع كده طول اليوم تمام طبعا ده غلط خلاص الشمس من ضمن العوامل اللي هي بتحافظ على قوت الشعر وبقاء لونها بشكل طبيعي ولكن زيادتها بتنعكس سلبا على حالة الشعر أو زيادة التعرض بتنعكس سلبا على حالة الشعر زي ما قلنا شكرا